السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك واشتركوا بعملين يا ربا تكونوا بخير و بافضل صحة و سلامة بإذن الله استكمالا لتعلمنا في بطر من البداية ودرسي الديد هنكمله و هناخده طيب ايه الدرس بها المرة دي نوع تاني من انواع البطن اللي هو فلوتنج اكشن بطن فلوتنج اكشن بطن ده عبار عن ايه؟ هو عبار عن بطن عادي خالص بس الاول هنشيل ده بقى و هنشيل كمان السنتر لانه ملوش لازمة و هنشيل معها البطي ايه ده باش معجز انت بتشيل في البطي طيب ليه؟ هاولا كاسيدي انت عندك الفلوتنج اكشن بطن ده جوه جوه ايه؟ السكافلد عليك انت مالش انت عندك الفلوتنج اكشن بطن جوه السكافلد طيب عبارة عن ايه؟ عبارة عن وجهت اسمها فلوتنج اكشن بطن طيب بقى اللي بيحصل فيها؟ نفس الفكرة بالزبط نفس الامبريزت و نفس الاتشايدت برضه هتحط فيها تشايدت مثلا تكست وتسمي تاب نفس الفكرة بالزبط مافيش فاقين دهاش ده كده فاكرين اول درس خالص لما عملنا كريد بروجيكت مش كان عامل سواء زرار زايدة بالزبط اللي كان فيه الكاونتر فهو ده فلوتنج اكشن بطن فلوتنج اكشن بطن ده عبارة عن زرار بيتحط فوق الوجت يعني بيتحط من فوق يعني مهما تعمل سكرول مهما تعمل اي حاجة الزرار ده مالوش علاقة باي حاجة ان تحططها جوه في الباضي ده حد كده وصلة و نفس الفكرة بالزبط في الامبريزت هتعمل مثلا بريند مثلا حسام حامد طيب ده نفس الخوز بالزبط مهما تعمل with your job و اتهي على عامل نمmia ترجع من خلال و نعمل ان تجد كان عاز long ان تقصد طيب الفور جراوند او بيض اللي هو اي الفور جراوند بالضبط كلون الوجت كلون الوجت اللي هو الفوتينج اكشن بود وهكذا بقى اهو متل اونا وبرتعيني طيب انا عايز اغير الشيب بتاعه الشيب اهو ايما زي ما احتفعنا ياما ممكن تديله border just all مثلا تديله مثلا color مثلا black طيب احنا باش مواندي تديدل width مثلا اتنين كوامل control s اهو طب عايزيني تدي له ريديس او عايزيني يكونها شكل دايرة على شكل دايرة بص اي سيدي نفس الشيب او فينا بردر صايد لا مفيش طيب ولا تزاع نفسك احنا ساعته عشان نعمل اللي انت عايزه ده معلش هنشيل الكالر والويتس ده هناخدهم كت عشان هنحتاجهم ونعمل الراوندد اخسط الراوندد هو اللي في الخواص دي هنحط الاسف هنحط البوردر البوردر ريديس الاول بوردر ريديس دوت سيركولر ونخليهم عشرة وهتلاقي فيه تقريبا السايد بوردر سايد ويفتح كوس حط الكلر اللي احنا كنا خرناه ارجع كده احو بقى دائري او تعال انا عمله دائري كمان يلا تلاتين ان شاء الله ما حد احاوش احو لحد كده في حاجة صعبة ده الفلوتنج اكشن بوتون بكل بساطة هو هو البوتن العادي بس الفرق ان هو بتحط جوه السكافول في حاجة كمان عشان ده مهمة جدا انا عايز احدد مكان الفلوتنج اكشن بوتون ده جوه السكافول في حاجة اسمها فلوتنج اكشن بوتون لوكيشن وانيميتور خلينا في اللوكيشن طيب هتبقى ايه اهيه فلوتنج اكشن بوتون ضد عندك اماكن كتير جدا في عندك انك تحطها في السنتر طب بس كنترول اس تحطه فوق طيب عايزين نحطه انت دوكت كنترول اس تحطه تحت خالص عايزين نحط اه انت فلوت اشكال زي ما انت عايز اشكال كتير اوي واماكن كتيرة جدا انت بتختار المكان اللي انت عايزه ده لو انت عايز تحدد المكان بتاع الفلوتنج اكشن بوتون يحدد كده في حاجة صعب ده الفلوتنج اكشن بوتون بكل بساط وده الاستغرامات اللي انت هتستغرامها في ان شاء الله طب انت هتحتاج ايه هتحتاج لان اعملتوه لك ده في معظم الابليكيشنز المكان انت تحط له مكان وفي نفس الوقت تحط له ده الاورنج بها واللون والشيب بتاعه فحاجة تانية عشان بس ما منويتش عليها في اي بوتون هو انا باش مواندس البوتون ممكن احطه اكتر من ويجت اه طبعا اه طبعا اعطوهم شاية لتكست تحط مكانها روه والرو يتحط بقواها تشيلدرن واللي تشيلدرن تحط بقواها تكست في امت حاجة؟ يعني انت ممكن تحط اكتر من شكل للوجت يعني ممكن اللي تشيلد تخليه مثلا رو او كولو ما ماهين كان اللي انت عايزه وتبنى على اساسه الوجت بتاعك ده كده الفلوتنج اكشن بوتون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة